سوق التمور الوطني ببلدية الحاجب ببسكرا تكلفة المشروع نحو 26 مليار واقعه اليوم 60 محل تجاري مغلق و10 غرف تبريد دون السغلال وليس هذا فحزب بل تحولت ممارسة مختلف أنواع الرذيلة رغم أن هذه المحلات يتبع ثمن كلائها التجار 32 ألف دينار جزائري شهريا يحدث هذا في ولاية كان يفترض أن توفر سوقا بمواصفات تريق بولاية الزبان حيث الإنتاج الأول هو التمور نعانو من عدة مشاكل وانشغالات أولوها أن السوق ما فيهش كهرباء لحد الآن للغرف تبريد وكذلك الإدارة رهي مغلقة الآمنين عدمتها ماما واللي أثرت علينا في تجارة هو السوق الموازي المجاور لهذا السوق يجينا نطالب من السلطات المحلية تنقصنا الكيراء وتنعقبنا سنة بيضاء لأن الغرف التبريد ما استفدناش منهم أولا الكهرباء غير موصول لهم ثانيا أو كار نالذيلة والخمور نطالب من السلطات المحلية والبلدية تعاوننا في الكيراء أو تعادلنا سنة بيضاء ملافق مهملة وإدارة جدرانها شاغرة من أي تعطير سوى استغلال لا علاقة له بالنشاط وهو ما يهدد وجودها لحد الآن مدرنا مدرنا نوالو هاكم تشوفوا في فران فارغين التمور ما فيهمش ونحوسوا بها نحونا المبلغ تعال الكيراء لأنه مدرنا فيهم حتى نقولوا تمرها ما استفدنا منهم هذه محلات السوق لا تستطابق وضبط لشروط وهذه أسلاك تمدهم بالكهرباء من بعيد وهذا واقع سوق كلف الخزينة العمومية الملاير فمن يتحمل نتائج هذا الإهمال